اكدت تقارير صحفية ان سفقة انتقال الدولي الجزائري بن طالب الى نادي جنوة باءت بالفشل بسبب الجانب البدني للعب الذي لم يكن في المستوى بعد الفحص الطبي الى جانب رفض بن طالب عقدا لسنة قابلة للتجديد بعد ان طالب عقدا لمدة موسمين مع امكانية التجديد لموسم ثالث بن طالب الذي سرح من شالكا الالمانية بعد سقوطه الى القسم الثانية